سهلا بجمع الطلاب اليوم ننفرجيكم كيف ممكن نستخدم متصفح من جوجل مخاص بالأبحاث والأوراق العلمية وقت ما أنا بدي أعمل بحث فهلأ بدل ما أكبس على جوجل العادي رح أفتح على إشي اسمه جوجل سكولر وهذا متخصص بالأبحاث والأوراق العلمية يعني أي بحث بعمله بيعطيني أبحاث علمية وليس فقط يعني مثلا مواقع تانية أو إشياء ثانوية بهذا الموضوع فأنا هلأ وقت ما أبحث بدي أكون فاتح إيميل الجامعة على متصفح الكروم يعني بدي أفتح على كروم وأبحث كمان من مصد صفح الكروم عساس أني أقدر أسجل إلى الدخول وأفتح هنا الإيميل الجامعة كالأساسية فوقت ما أنا أختار إيميل الجامعة وكل إيميل الأساسي وأبحث على إيميل الجامعة بيجيني كمان مواقع بتكون مشتركة فيها الجامعة فبيجيني إشياء أكتر من ما إني أبحث بإيميلي العادي فfor example مثلا بدي أبحث عن learning English as a second language أوكي هلأ كل إشي ببحث عنه بيجيني هو كإيش موجود مثلا هون موجود عندي البحث كPDF باجي هنا بقدر أفتحه كPDF يعني موجود عندي هنا كPDF ووقت ما يكون كمان كPDF بيكون كمان قابل للتنزيل إنه بقدر أنزله عندي على الجهاز يعني بقدر أخذ البحث أعمله download على الجهاز وينزل عندي ميزة تانية إنه في عنا إشي اسمها citations وقت ما الأستاذ طبعا يطلب إنه توثق هلأ تقدر تكبس فقط على هذا الكبسة اللي هي cite زي القسين وبتلاقي citations جاهز بالcitations المختلفة يعني حسب أنتو شو بتستخدموه في المؤسسة التعبليمية MLA APA يعني هدول أشهر تنين بيستخدموهم طبعا بتقدر تتأكد من الأستاذ تبعك فقط بتقدر تأخذه من هنا copy paste يعني already citation أو التوثيق راح تكون جاهز وقت ما تبحث في جوجل scholar فهذا بسهل عليكم خطوة في عنا كمان هنا إشي اسمه favorite أو save يعني أنا وقت ما مثلا بدي أسيف هذا الشي أو هذا البحث إذا ما مثلا بدي أسيفه على الجهازي بحطها هون أوكي إنو هذا ما شي بدي أرجع له ومثلا هاي بدي أرجع له ووقت ما أفتح جوجل scholar كمان مرة وبحط هنا my library بيجي عندي الإشياء اللي أنا كنت مسيفتها من قبل فبقدر بس بكبسة زر إني أسيفهم وأخليهم عندي هلأ كل موقع بفرجيك يعني هل إنو بتقدر تشوفها كPdf هل HTML معظم الإشياء اللي بتقدر تكون تفتحهم وموجودين إلك بيكونوا على الجنب مرات الإشياء اللي بتكبسهم هيك بيكون إنك بدك تدخل عليها فحسب فهدولة اللي بيكونوا هنا معناته إنو هذا موجود لإلك بصيغة بيدي أف أو بلسيغة اللي بتبين فهذا هو الطريقة إني كيف إني أدور على أبحاث عن طريق استخدام جوجل بتكون أبحاث موثوقة فيها أو أوراق وارتيكولز كلهم موثوقين فيهم وبقدر كمان أخذ التوثيق بشكل سهل وأعمل كمان سيف وأعمل خاص فيني في البحث تبعي يعطيكم ألف عافية